هلا الله فيكم أخيراً تم الإعلان عن لعبة Battlefield المنتظرة اللي الكل ينتظرها تحت اسم Battlefield 2042 معنات أنها رح تكون في المستقبل في عام 2042 شركة EA شرق الأوسط دعتنا إلى حدث مغلق كان بخصوص هذه اللعبة وإن شاء الله في هذا الفيديو رح نقول لكم كل المعلومات اللي نعرفها عن لعبة Battlefield 2042 خليكم معنا في البداية أكد لنا فريق التطوير أن لعبة Battlefield 2042 رح تكون أكبر لعبة طموحة لهم وحداثها تكون في المستقبل في عام 2042 لما صارت الدنيا فيها مشاكل وحروب لدرجة أن الموية والأكل والأشياء هذه الحيوية صارت جداً قليلة وصاروا الناس يتسارعون عليها عشان كذا جاءوا المزارعين والمهندسين وباقي الناس اتحدوا وكونوا منظمة اسمها نوبات وهذا المنظمة اشتركت مع الجيش الأمريكي والجيش الروسي طبعاً قاعدين نقسمون هنا وهنا ليش؟ عساسي حاولوا أنهم يحلون هذه المشكلة لكن انضمهم إلى هذا الشي إلى الجيش الروسي الأمريكي ما كان أبداً في صالح العالم فقط في صالح المنظمة نفسها ومن هنا تبدأ القصة طبعاً القصة هنا ما رح تكون قصة كلعب فردي لك تلعب طور القصة لأن لعبة Battlefield 2042 ما رح تحتوي على طور قصة فيها لكن المطورين أكدوا لنا أن المراحل اللي تكون موجودة فيها والمناطق رح تكون غنية بالقصة اللي تحكيها لك من الأشياء والتفاصيل اللي تشوفها فيها وإذا رح يكون في اللعبة أطوار وخيارات متنوعة وإذا رح يكون في خيار أنك تلعب ضد شخصيات الأي آي من الكمبيوتر تلعب مع أصحابك ضدهم وإذا رح يكون في أيضاً كألعاب Battlefield المعروفة خيار اللعب ضد الشبكة يعني رح تكون Battlefield اللي حبيناها لكن بشكل جديد وأسلوب رهيب وحاجة مهمة أن هذا الجزء يكون مناسب جداً لللاعبين القدامى طبعاً وأيضاً اللاعبين الجدد اللي يبغون يلعبون اللعبة لأن المطورين أضافوا أطوار تساعد على فهم ميكانيكيات والأشياء الموجودة في اللعبة لللاعبين الجدد لعبة Battlefield 2042 رح تجينا على هيئة سيزن باس وكل عام رح يكون فيه أربع مواسم وكل موسم رح يمتد إلى ثلاث شهور رح يكون فيه حاجات كثيرة رهيبة بتكون أشياء مدفوعة وأشياء مجانية لكن كل خرائط الجديدة اللي رح تكون في اللعبة عن طريق هذا المواسم بتكون مجانية دائماً اللعبة رح تقدم عدة أطوار تنقسم تحت ثلاث تجارب رئيسية أولاً الـ All Out Warfare وهي الجيل الجديد من أطوار الـ Conquest والـ Breakthrough والمعارك الضخمة اللي توصل إلى 128 لاعب وطور الـ Hazard Zone وهو طور جديد كلياً يعتمد على سكواد الخاص فيك ووضحت الشركة أن هذا الطور مش هو طور باتل ريال لكن طور يقدم تجربة مختلفة تماماً عن All Out Warfare وأخيراً طور جديد من تطوير DICE LA وهو كما تم وصفه برسالة حب موجهة لعشاق السلسلة رح تم الكشف عنها لاحقاً في حدث EA Play اللي رح يكون في 22 يونيو هذه السنة وهالمرة تقدم لعبة Battlefield 2042 نظام شخصيات جديد اسمه Specialist بحيث يقدم عدة شخصيات تقدر تختار منها إلا أن أهم نقطة مختلفة في نظام الشخصيات هو أن أي شخصية تقدر تحمل أي سلاح رئيسي وسلاح ثانوي أنت تفضل فإذا كنت حاب تلعب بشخصية معالج وتبقى يكون عنده بندقية ويكون عنده أيضاً أدوات معالجة تقدر تسوي كذا والخيارات متاحة لك أن تستخدم أي شخصية مع أي سلاح ما يفي شيء أبداً مربوط في الشخصيات هذه المرة وهذا شيء رح يكون جداً ممتاز للناس اللي يحبون ينوعون في لعبهم وأسلوب لعبهم في اللعبة وأيضاً أحد أبرز التغييرات في هذا الجزء هو القدر على تخصيص السلاح وأكسسواراته أثناء اللعب وأيضاً تم تطوير طريقة استخدام المركبات فكل كرسي في المركبة له وظيفة معينة أو مهمة معينة واللاعب رح يتمكن أنه يطلب أي مركبة أو معدة حربية في الخريطة في أي وقت بها وقت إطلاق اللعبة رح تحتوي على عشر تخصصات وتم الكشف لنا عن أربع شخصيات الشخصية الأولى اسمه كاسبر وهو من جنوب أفريقيا الفئة اللي منها يكون ريقون الأداء الحصرية للشخصية درون الاستطلاع والسماء الخاصة بالشخصية متعقب الحركة الشخصية الثانية اللي معانا هو ويبستر مكاي من كندا الفئة أسولت الأداء الحصرية للشخصية الخطار السماء الخاصة بالشخصية الخفة والرشاقة الشخصية الثالثة معنا هي ماريا فلاك من ألمانيا والفئة سبورت الأداء الحصرية للشخصية مسدس S21 سيرتي السماء الخاصة بالشخصية معالج مقاتل الشخصية الرابعة بوريوس من روسيا والفئة انجينير والأداء الحصرية للشخصية هي SG-36 Sentry Gun والسماء الخاصة بالشخصية Sentry Operator طبعاً كما جرت العادة مع مشتركي خدمة EA Play راح يحصلون على فرصة تجربة 10 ساعات من اللعبة مبكراً أبتداء من 15 أكتوبر وأيضاً راح يدرون ينضمون للبيت المفتوحة بشكل مبكر أيضاً وهذا طبعاً عدل مكافآت الحصرية شهرية للمشتركين بالخدمة وأي شخص يقوم بطلب اللعبة راح يحصل على فرصة الدخول المبكر للبيت المفتوحة للعبة Battlefield 2042 خرائط اللعبة راح تقدم تجارب جديدة متنوعة في هذا الإصدار مع بيئات قابلة للتحطم والأحداث الديناميكية في عالم اللعبة أو ما يسمى به Dynamic World Event مثل عصار اللي يجذب أي شيء من حوله ويحطم المخابأ ويلقى اللاعبين في مختلف المناطق ويغير من جوها اللعب اللعبة بتتضمن سبع خرائط شاسعة عند إطلاق اللعبة في طورة All Out Warfare الخرائط في هذا الجزء راح تأخذنا في تجارب متنوعة مثل خريطة كاليدسكوب في كوريا الجنوبية ومانيفست في سانغافورا وأوربتل في غواينال فرنسية بالإضافة إلى ديستاردت في الهند ورينيويل في مصر وأخيراً بريكوي في أنتركاتيكا لعبة Battlefield قادمة لأجزة الجيل الحالي والجيل السابق والحاسب الآلي في 22 أكتوبر وتدعم أيضاً اللعب الجماعي حتى 128 لاعب على أجزة الجيل الجديد والبي سي في خرائط شاسعة ونسخة الجيل السابق وهي نسخة بلاي سيشن فور والإكس بوكس ون راح تدعم حتى 64 لاعب وبتحصل أيضاً على نفس الخرائط والأحداث الديناميكية في الخريطة لكن تكون الخرائط أصغر عشان تلائم عدد لعبين وهذا كان تقريرنا لكل المعلومات الموجودة عندنا عن لعبة Battlefield 2042 إن شاء الله في حدث EA Play راح يستعرضون لنا أكثر عن اللعبة وإن شاء الله راح نسوي لكم تقرير رهيب زي كذا يوي فيكم ويقول لكم كل الأشياء الجديدة اللي نقدر نتعلمها منهم أتمنى يكون الفيديو عجبكم وإذا عندكم أي تعليقات اكتبوا تحت بالكومنتات قلوا لنا إيش الحماس اللي تحمسوا للعبة وأيضا إيش الأطوار اللي راح تختارونها والشخصيات أو الكلاسات اللي بتسوونها مع الخصائص الخاصة فيكم كان معكم عدد الشيحة ياتكم العافية ومها السلامة